ألف مرحب لبرج الدلو برج الدلو اللي سمعت في حدا قلي ان برج الدلو مش عاجب العجب ولا الصيام في رجب بس أنا ما صدقت برج الدلو برج بقوله عنه شايف حاله بس أنا عن تجربة هو مو شايف حاله هو الناس ما عم بتفهمه صح هو شوي خجول فهذا الخجل بخلي الناس تفهمه بطريقة انه هو شايف حاله او مغرور لانه ما عم بيفوت بالأوساط تبعيتهم فبرج الدلو بتمنى لكم قراءة بتمنى لكم ثلاث أشهر حلوين رائعين مثلكم لانه يا جماعة قد ما قلتلكم عن طيبة برج الدلو ما حتسدو قدش هو يعني مباشر هو اللي بيقوله بيزحلك بده يعصدك هو ما عنده مشكلة لازم يقول اللي في قلبه بناء على قناعاته وأنا معه يعني الصدق في كثير من الأحيان بيكون هو الحل للمشكلة أحسن من المجاملات الكتير اللي ما قلها داعي ولا بتحل أي مشكلة برج الدلو برج الدلو بالفترة الماضي كنت تهتم بكل اللي حواليك إلا أنت كان في غدر كان في خيانة وهي يعني ثلاثية يعني في كان ثلاث أشخاص أنت واحد منهم هدول التنين كانوا متفقين عليك في موضوع الشغل لكن أنت انت وفصلت عليهم وخلصت من هاي المرحلة لكن عندك خوف دائم لا مبرر له أنك أنت يصير معاك مشاكل الحمد لله الفترة الجاي خالية تماما من المشاكل ويا رب يا رب أنه تزوطي القراءة على الكل لأنها من أحل القراءات اللي شفتها يعني كنت أسير الأحزان وكنت ما بعرف كتير متحمل من اللي حواليك لأ بلشت تهتم في حالك في أنت شو بدك أنت شو حابب وهي شي كتير 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 هيغير الأمور من حواليك دائما أنا بقولها يا جماعة أنه الأمور من حواليك مات بتتغير لما أنت من جواتك بتتغير لما أفكارك بتتغير اللي حواليك كله بتغير إذا أنت كنت بتهتم باللي حواليك وهم ما بستاهروا وكنت تضحي عشان هم وهم عم يحكوا عليك من وراك هذا الإشي يسبب لك ألم كبير بالأخير توصلت الحمد لله يعني أنه توصلت يا برج الدلو أنه تهتم في حالك شوي وتنسى التانيين خليني أهتم في حالي أنا شو بدي أنا شو بحب أنا شو بدي أحقق بالفترة الجاي بنت برج الدلو عندها فرحة كبيرة والشاب كمان لكن البنت أكتر على الصعيد العاطفي رح تحقق جميع أحلامها في شخص واحد في شخص عم براقبها اللي هو فترة طويلة جدا شخص شبه مثالي هذا اللي نبين من الورع ولذلك فهو بده حدا مثله عشان هيك كان متخوف بس هو بالفترة الجاي رح يتقرب منك يا برج الدلو بس بدك تاخد الأمور تفكر فيها شوي وتفكر بحالك هذا الشخص رح يكون بيشتغل في مجال ما بعرف أزياء أو تاجر يعني ببيع أزياء أو ديزاينر فاشن ديزاينر يعني شيء له علاقة بالديزاين حتى بالأركيتكتور المهم هو مصمم أو ديزاينر ممكن ممكن يكون لجزء منكم يلي عم تسمعوني بالأول رح يكون في صد من ناحيتك لكن بالأخير رح تستوعبه لأنه هو شخص مبين أنه مصمم مصمم يعني ما ح يعني ما ح يخسر من الجولة الأولى بده يحاول مرة واثنين وثلاث ليشربك إياها بالمعلقة هو كتير بيحبك هذا الشخص عفكرة مش بس براقبك هو كمان في حب وفي معرفة قديمة بس انت ما بتعرفه مثل ما هو بيعرفك لأنه هو متابع أخبارك له فترة طويلة فالي مبين عندي أنه عم بيتابع أخبارك له فترة وبهتم بالموضوع أنت ولا على بالك لأنه أنت شاغل أمورك باللي حواليك بإخوانك حلو الواحد يهتم بأهله حلو الواحد يهتم بأصدقاؤه لكن ما ننسى أنفسنا يا جماعة كمان أنا يعني شو بحب وشو بدي أسير وشو بدي أحقق يعني هاي الأمور كلها آآ تمام رح تيجي عليك فترة يا برج آآ الدلو ما بتعرف وينك تحط الفلوس ما شاء الله ما شاء الله يعني عندك بوفرة مادية كبيرة آآ جيدة من الطاقة الكونية واكنه في ما بعرف متل بنك عم تصرف منه وما عم يخلص آآ ما بدي أحسدكم ويا رب هاي القراءة تصبط على الأكتر آآ مع أنه برج الدلو ما بيهتم كتير بالمادة بيهتم آآ كتير بالأمور العاطفية لكن ما بيبين عليه هو من جوه بتأمل أو حلمه أنه يكون أسره حلمه أنه يكون علاقة يعني علاقة حلوة مع إنسان بيحبه والحب بيكون متبادل لكن ما بيبين أبدا آآ برج الدلو آآ هذا الإشي في شخصيته فأنا بقول لك أنه أنت من الناس العادلين في حياتك وآآ متل ما مر عليك كتير أمور سيئة رح تمر عليك أمور بتجنن بتعقد فما تمل وما تيأس آآ الأمور حتبلش تتزبط من آآ نص الشهر الثمانية هاي الفترة كلها رح تكون كتير حلوة آآ شهر تسعة أو عشرة احتمال يكون في زواج من نفس هذا الشخص لأنه ما في شخصين ما في عندي أكثر من شخص عندي شخص واحد هيظهر في حياتك هو هيكون الأول آآ والأخير وإنت ما حتنتبه له من البداية حتفهم الموضوع غلط كالعادة ورح ما تهتم فيه بس هو رح يكون مصر أنه يكون هو الملاك تبعك اللي رح يحل لك كل مشاكلك وفعلا هو قدتها وقدود هذا الشخص رح يكون آآ عادل آآ وما ما هيظلمك متل ما كتير ما تعرضت الظلم في آآ مع أشخاص تانيين في الشغل وفي العاطفة لأ هو رح يعودك عن كل اللي مر وآآ قدت لك لبرج الظلم شكرا 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 شكرا